احنا كنا جايبين حاجات مهمة جدا برضو عايز اتكلم فيها قبل بس ما اروح لموضوع مهم جدا في صحيفة ميرور الانجليزية اللي كانت مع حضراتكم منذ قليل اللي عايز اقوله بس لحضراتكم ان النهاردة بصراحة وانا قاعد باتفرج على مباراة الزمالك والبيريمدز كنت مبسوط بشكل الجمهور كنت مبسوط يعني نفس اشوف جمهور النادي الاهلي في مبارياته رغم ان انا عندي علامات استفهام كثيرة جدا جدا في هذا الامر وحاجات كثيرة جدا جدا في المباريات دي تحديدا ولكن او مباريات الكاس تحديدا ولكن خلاص الموسم عدة قلنا ان الموسم عدة وانتهى بكل ما فيه وكل ما له من سوق كبير جدا كان متواجد خلال سوق في التنظيم يعني خلال الفترة اللي فاتت من اتحاد كرة القدم فعلامات استفهام كثيرة جدا على وجود اكتر من 30 الف متفرج بالرغم من ان كان الشكل كويس جدا النهاردة والتنظيم كان جيد جدا وكل حاجة كانت جيدة ولكن برجع اقعد كده مع نفسي اقول هو ماتش الاهلي والبيرامدز مثلا لو كانت لعب 30 الف متفرج ما هو انا خلي بال حضراتكم انا زعلام من جوايا كاهلاوي ان انا مخدتش بطولة كاس مصر وزعلام من جوايا كاهلاوي ان انا مخدتش بطولة افريقيا الاخير اه ناس كتيرة حتقول لي اسلام يعني معلش بطولة لا النادي الاهلي مختلف النادي الاهلي او احنا انا تعلمت كده جوايا النادي الاهلي تعلمت ان انا البطولة اللي بخسرها دي بالنسبالي يعني بقطع في جلدي يعني جلدي بتقطع عشان انا بخسر بطولة فيه ناس بتبقى واخدى الامور بقى رياحية شوية احنا بالنسبالنا لا كاهلاوية يعني بالنسبالنا الموضوع مش كده بالنسبالنا الموضوع اه اه هي بطولة تعتبر البطولة الام هي بطولة الدولي وكذا وكذا ولكن حتى لو بلعب بطولة ودية حتى لو النادي الاهلي بيلعب بطولة ودية بيبقى عندنا كده زعل من جوانا ان احنا يعني مخدناش البطولة دي ليه لو ما خدناهاش يعني فانا مش عايز بس حضراتكو تستغربوا او اللي مش بيشجعوا النادي الاهلي وبيتفرجوا علينا او بيشوف الفوديوهات بيستغربوا جدا يقول لك اصلي ما يعني ما انتو عندكو كم وتلاتين كاس ما تسيبوا الناس تاخد احنا كده يا جماعة الاهلوية كده الاهلوية لما بتبقى دايما بتلعب حتى لو بطولة ودية بتبقى متدايق من جواك ان انت ما خدتهاش لو لا قدر الله اخسرته